طيب لسه كبالين مع حضراتكم فقرتنا الرياضية ولسه ضفنا العزيز محمد مهدي يمكن معنا عشان نتكلم على مباراة أمس ومباراة طبعا الأهلي المصري ضد بالمراس في نصف نهائي كاس العالم للأندية ويمكن شازلي قبل ما نخرج للموجز كنت نتكلم عن فكرة نقاط الضعف أو الأخطاء اللي كانت موجودة عند الأهلي صحيح مظبوط وده يمكن هنتوجد لوقتي بالسؤال لمحمد مهدي النقد الرياضي ونحن نتكلم عن مين المتسبب في هذه الهزيمة هل هي كانت أخطاء دفاعية أم أن حارس المرمى يتحمل جزء من هذه الأخطاء؟ لا طبعا يعني الجنين بتوعب المرس خطأ مشترك بين الدفاع الناد الأهلي والحارس عالي لطفيه سواء رامي ربيع أو أيمن أشرف أو ياسر إبراهيم بالإضافة طبعا لعالي لطفي حارس المرمى واضح جدا أن الناد الأهلي عنده مشكلة دفاعية ولكن ده إحنا ممكن نلتمس ده العزر لأنه لا ياسر بيشارك بشكل أساسي مع الأهلي ولا رامي ربيع بيشارك مع الأهلي بشكل أساسي يعني المدافعين الأساسيين بتوعناد الأهلي بدري بنون إصابة أيمن أشرف كان موجود مع منتخب مصر في حالة إرهاق فكان موجود مبارح فبالتالي أنه خط الدفاع الناد الأهلي كله يعتبر جديد مع دعم العلي معلول حتى أكرم توفيق الباكي مين مصاب بتلعب بخط جديد يعتبر منذ أشهر ما لعبوش مطشاط مع الناد الأهلي رامي ربيع بعيد جدا عن المشاركة مع الناد الأهلي بشكل أساسي ياسر مهين بيشارك على فترات عالي لطف بعيد جدا كان محمد الشناوي هو اللي يتولي حرص المرمى الناد الأهلي فبالتالي أنت زي ما قلوك ده جبت اللعبة من الدار للنار يعني أنت لعبة مركونة على الدكة الفترة طويلة فبتجيبها تلعبها مطش تقيل زي مونتيري أو بعد منه مطش بالمراسي البرازيلي دي المشكلة اللي كان عند الناد الأهلي وهو قدر يتجاوز ده بإعادة محمد عبد المنعم اللي كان طلع إعارة لفيوتشارك